السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشرح ده مهم جدا جدا خصوصا البنات. تليجرام عمل التحديث من غير ما تحدث التطبيق اصلا. التحديث وصل للتطبيق. التحديث ده عبارة عن ان انت بتعرف الناس القريبة منك وعلى بعد مسافة كم متر. تمام? فده بيوصل آآ ان انت تتعرف على ناس قريبة منك. لكن الموضوع ده للأسف آآ سيء جدا للبنات. لان ممكن تكون بنت مسلا قريبة منك فبالتالي تتواصل معها او تزعجها. الموضوع صراحة مش لطيف. طيب. في تلات خطوات هنمشي عليهم عشان نحمي خصوصيتنا ونلغي فكرة اللي هي ان حد يعرف آآ موقعنا. في الاول كده بنعمل ايه? بندخل على تطبيق تليجرام. وندغط هنا فوق على آآ التلات شرطات اللي فوق دول. بعدها بننزل هنا على جهات الاتصال. بعدها هنا اللي هي دعوة الاصدقاء تحتها ظهرت اللي هي البحث عن الاشخاص القريبين. دي هنضغط عليها. فبالتالي هنا بيطلب مني الموقع اللي هو الجي بي اس ليه? عشان يبدأ يعرفني على الناس القريبة مني. هضغط هنا على تشغيل. وبعدها هياخد صلاحية الموقع. هعلم عليها. وهرجع خطوة الورا. فبالتالي هنا ظهر لي ناس كتير جدا. والاسماء بتاعتهم. وكمان على بعد كام متر من المسافة اللي انا منها للمسافة اللي هم موجودين فيها. دلوقتي مكتوب ظهار نفسي. لو كانت عندك مكتوبة كده. اللي هي ايقاف ظهاري. فمعنى كده ان ممكن حد يقدر يوصل للحساب بتاعك عن طريق اللي هي الجي بي اس اللي احنا مشغلينها دي. فلو ظهر عندك مكتوب ايقاف ظهاري فانت اضغط عليها عشان تبقى مكتوبة ظهار نفسي. ليه عشان محدش يبدأ يعرف الموقع بتاعك او يعرف يعني آآ يظهر زي ما انا ظهر الناس كتير كده ايه? بس انا طبعا خفيهم. طيب كده خلصنا من اول خطوة. نشوف تاني خطوة اللي هي بنرجع وارك كده تاني وبعد كده بنضغط على الطرق الشرطات اللي فوق. تمام? بعدها هنا الاعدادات. وهنا آآ مكتوب تحت الخصوصية والامان. عندي هنا مكتوب رقم الهاتف لاحد يعني ايه? يعني محدش يشوف رقم الموبايل بتاعي خالص. تمام? اهي. محدش شوف الرقم بتاعي خالص. اخر ظهره آآ متصل عشان حد مسلا يعرف انت داخل مرة بتاحت فيها امتى? من باب الخصوصية يعني عايز تخليها الناس اللي هما جاءت للاتصال زي واتساب وكده يعني. او آآ تخليها لأحد. محدش يعرف. فانت ازبط خصوصيتك في الحاجات دي واعمل اللي انت عايز اولي ناسبك. كده خلصنا من تاني خطوة تعالى نشوف تالد خطوة. هنبدأ نقفل اللي هي صلاحية عن التطبيق. طيب ازاي الكلام ده? بندخل هنا على الضبط بتاع المبايل. او الاعدادات. ننزل تحت. هتلاقي عندك مكتوب التطبيقات. تمام? لو ظهر لك التطبيقات كلها هنا. تمام? ما فيش مشكلة. سبعيني? لو ما ظهرش اضغط فوقي على كلمة التطبيقات دي اللي هي ظهر قدامي. هيظهر معي كل التطبيقات اللي موجودة على المبايل بتاعي. طيب. هابدأ هنا ابحث على تطبيق التليجرام. لو انت عندك حاجات كتير فممكن تبحث هنا. تليجرام. اهو. واضغط على التطبيق. وهنا اضغط على الازونات. بالتالي هنا التطبيق ده او التليجرام ده واخد الصلاحيات دي. زي ايه? التخزين. عشان طبعا تقدر تشوف الصور والفيديوهات اللي موجودة في الشات ما بينك وبين اصحابك او المجموعات. وكمان آآ تقدر ترفع صور وفيديوهات والنفس الكلام يعني. تمام? فعندي هنا برضو تحت الهاتف واخدها لان هو عشان اقدر اتواصل مع النازل الواتساب. لازم ياخد ركم الموبايل. وجهة الاتصال وسجل للمكالمات. عشان نلغي خاصية تعرف على المكان اللي انت فيه او الموقع او اللي احنا شرحناها من شوية. فعندي هنا اخر حاجة مكتوبة معلومات الموقع. عندي هنا معلم عليها فهو كده باخد الصلاحية دي. لأ انا هلغيها. ليه? عشان الصلاحية دي تتقفل عندي. فبالتالي لما حد يبحث عن الاشخاص اللي القريبون اللي احنا شفناه من شوية. ما يشوفنيش معاهم. فبالتالي الخصية بتاعتك تكون ايه مقفولة محدش يعرفهم. يعرفك مين اللي هم الناس اللي ايه ما فيه ما بينك وبينه والتصال زي الواتساب وكده يعني. بس كده اتماني يكون الفيديو المفيد. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تتعيبني باللايك. واشترك في القناة ودوس على زر الجرس طبعا عشان يوصل لك اشعار. ولو برضو انت عايز يفيد غيرك ممكن تعمل مشاركة للفيديو ده. وتبعته له عشان تشوف برضو الفيديو ويستفاد زيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.